ايه اول حاجة بتختر على بالك لما بقول لك body positivity او مين اكتر حد بيختر على بالك لما بقول الكلمة زي مش عايز اقول قضية علشان ما كنش بكبر المواضيع نظرية بتحارب نظرية تانية ناس كتير اوي مننا اتربوا عليها غلط اللي هي من الاخر المعايرة المعايبة الحرمانية وتقليل من النفس من غير دلائل وحقوق اللي هو ايه برضو جسمك او جسمك وحش ايه ده يعني الولاد برضو بيتعيروا اقول الولاد كتير قوي بيتعيروا وبيتعيبوا وبيحرم عليهم حاجات برضو عارفة ان احنا عاملين قلق في كل حاجة طب جسمك او جسمك وحش طب ايه معايير الجسم الحلو ان انا بقى رفيع يعني كم كيلو يعني طب ايه رأيك ان البنات الرفاعين برضو بيتعيروا وبيتعيبوا بجسمه شوف سبحان الله تاني حاجة شكلك او شكلك وحش طب ايه معايير الجمالة عندك يا وحش هتقولولي طب انت كده بتبروموتي بقى الزيادة في الوزن وعدم الصحة وبتطبيلي لأي حاجة وخلاص انا قلت كده انا ما قلتش بتأولنيش كلام انا ما قلتوش طب ما تيجي نتكلم كده في الموضوع بالراحة ونتفاهم يا تقنعني يا تقنعه بتطلق على التأكيد بان كل الناس راجل او سيد يستحقوا الحصول على صورة ايجابية لجسمهم بغض النظر عن المجتمع بيعمل ايه وبيقول ايه بتساعد الناس على فهم العلاقة ما بينهم وما بين جسمهم ومش لازم لما اقول جسم يروح في دماغك على طول وزن لا هو بيبقى شعر بيبقى لون بيبقى حجم وبيبقى شكل لأ وكمان بيبقى فاضي بوزيتفتي ده تقدير لجسمك رغم كل العيوب احساس بالثقة قبل ذات قبل جسمك بشكله وبحجمه ولو حصر اي تغيرات زي تخن الرفع الحمل الشايخوخة وحتى شعر الجسم اللي هي اصلا حاجات سبحان الله الواحد ما بيبقاش متحكم فيها او بتبقى خلقة ربنا او بيولوشي وللأسف برضو زي ما المجتمع عليه دور الميديا برضو كان عليها دور كدير قوي والسينما للأسف السينما دايما عليها دور بانها دايما والاغلبية طبعا زمان بتطلع دايما الشخص اللي هو اللي زيت في الوزن بيبقى هو الاضحوكة وبيبقى هو اللي شكله وحش وعلشان السيناريو ييكمل وفتع الاحلام يرضى عن البنت اللي المفوض يعني زيادة في الوزن شوية واضحوكة يعني فبيخسسوها او المفوض ان هي بقى بتعمل وضايت ورياضة وضايت وضايت ورياضة عشان فارس احلامها المفوض يحبها او يعني يتندم الاكس من الاخر ولازم تعمل ترانسفورميشن بتوحي ان هي تبقى زيدة في الوزن وخست مكنتش بتحط ميكوب وحطت كانت بتلمش عرها وما بقيتش تلمش عرها وعملته بيبي ليس كانت بتلبس كوتشيهات بقت بتلبس كعب انا فهمة ومتفهمة جدا جدا ان ايه دا منظر انساوي بزيادة وان يعني بيجسد اللوجيكال بارت بتاع ان الولد بيكون اتراكتد اكتر للشكل ده بس هل دا المين سبتك يعني هل دا المفروض المجتمع كله البنات كلها تمشي كده عشان الولاد تجد اتراكتد النوع ده بس ومن هنا بقى بتيجي فكرة الحرب بتاعت الباضي بوزيتيفتي والبنات اللي ثقاتها قلت كتير قوي في نفسها علشان اتجسد جواها في نفسيتها وفكرها ان مفيش ولدها يعجب بيها الا لو عملت المعيير المعينة اللي هي من الاخر احتمال كبير بنسبة مية في المية متبقاش المعيير دي مطابقة ليها لان كل واحد واحنا عارفين مخلوق بطريقة معينة بشكل معين برضو الرجالة اتجسد في عقولهم وفي نفسيتهم ان البنات مش هتجات اتراكتد كير لواحد عنده سيكس باكس وعضلات ومعضل وعنده دقنق وتويل وبنضارة وامحاوي اللون وعيون الزركاء او بنياء مش مهم وان المفوض الرجل ده هو هو نفس الرجل اللي هيجي البن والولد الراجل والست شوي يكبرنا بنظرية ان احنا مش هنتحب الا بالمعرير المعينة وكتير اول من اهلينا بيقعدوا يقولوا لنا الكلام ده برضو فوشينا خسي علشان يجيلك حتي علشان تتحبي والكلام ده كتير طبعا كلنا تقلينا الكلام ده دلوعنا احنا بقى الاجيال التانية بنحارب بقى الفكر ده وده واخد طاقة ومجهود فوق الفضيع علشان احنا كاجيال كراجل او ست بس البنات اكتر بتعاني طبعا وده مش تحيص ده لاجيك البنات بتعاني اكتر في الموضوع ده بالذات من اهليها ده مش معناه ان الرجالة مش بتعاني لا بيعاني ورده ان في معيار معين لازم نبقى عليه علشان نعجب الاخرين طيب ايه اهمية بقى بعد كل الهارية ده اول حاجة هو كبول الجسد هو عمل من اعمال حب ازاي المفوض يكون عندنا كلنا هي حاجة بتتجاوز ايه اللي بنشوفه من برا وما بتشوفش ابدا انك بتحس انك عايز تغير حاجة من نفسك الا لو علشان نفسك مش علشان حد تاني او علشان تقابل معيار معين عشان جول ليك علشان صحتك وكلنا من حقنا ان احنا ندور شوية في عيوبنا ولو مش حاجبانا نغيرها اهم حاجة نكون ردين بيها قبل ما نغيرها يعني اعمل كده علاقة سلام نفسي قبل ما اتحاربها مش عشان المعيير الخرافية اللي المجتمع قال عليها واللي السينما جزدتها واللي اهلين دايما كده كده جسمك واختياراتك مش من اختصاص اي حد فخليك مركز في نفسك واستمر في كونك كفاية تاني حاجة هي مهمة اوى عشان هي بتحسن الصحة من نفسية احساسك نحتية جسمك وشكلك بيأثر جدا جدا على سكتك في نفسك فبالتالي بتأثر على صحتك النفسية فالتاني مرة لما تيجي تفكر في نفسك احساس سلبي او تفكير وحش اسأل نفسك ايه الاحساس اللي انت حاسه بالضبط وايه اللي خلقته حسب كده واكتر مين اللي خلقته حسب كده ثالث حاجة بقى ودي مهمة عندي شوية وده اللي انا بحاول اوصله الباطي بوزيتفتي مهمة علشان دي حاجة من وجهة نظري مش عايزة اقول تحدي بس هي اه هي تحدي ليه الجمال للاسف لما بنيجي نقلب في الانستجرام او الفيسبوك بنلاقي اكتر فيديوهات او اكتر صور عليها لايك وفيوز وشارز هي بتبقى الصور او الفيديوهات اللي بيطلق عليهم مع ان من وجهة نظر يعني كمال والكمال لله واحد اللي هو جزء كبير منها ما بيبقاش واقعي وجزء كبير منها واكبر بيبقى او وده مش اعتراض ان فيه ناس بتحط او بتاديد صورها بالعكس كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بس خلت ان ده معيار الجمال ليه البنت او الولد من دول لما يشوفوا صورة معينة بيبقوا نفسيا بالذات لو الصغيرين عايزين يقلدوها فبيعرضوا يعملوا كل اللي فوسعوهم عشان يقلدوها التقليد ده مش واقعي ببنضطر نلجأ للتكنولوجي علشان تساعدنا في التقليد التكنولوجي بتطلع علينا الحاجات اللي مش واقعية اللي هو مش احنا اللي مش حقيقية بس وبنوصل لللي احنا عايزينه اللي هو الصورة اللي احنا نفسينا نوصل لها او انا نفسي بقى شكلي كذا او جسمي كذا فواحدة واحدة بنبتدي ما بتحبش نفسنا وشكلنا الحقيقي اسوأ بقى لما بنلاقي حد طبيعي وحقيقي من غير فلاتر او ايدت بنبتدي ننتقده ونهجمه ونبتريق عليه بس لو اي حد حطت فلتر احنا مش بنيجي جنبه وده برضو مش انتقاد ولا اعتراض للناس اللي بتحط فلترز وتعمل ايدت كل واحد يعمل اللي هو عايز بس اللي انا عايز اقوله ان لو انت في يوم الايام بتعمل فلتر او ايدت علشان انت مش حابب نفسك او مش واصق في نفسك فانت غلطان لان انت شكلك احلى بكتير من غير ده لأ هو انا عارف عشان اه شكلك ربنا اللي خلقه مش الفلتر اللي عامله الفلتر صبعا بيحط لنا شوية التطشاط بتاعت السموثنينج والميك اوب والمناخير الصغيرة والبق الشفايف الكبيرة بس ده مش حقيقي لو ربنا كان عارف ان ده شكلك هيبقى احلى وهتكملي على ده كان خلقنا كلنا كده بس هو في حكمة في ان مفيش معايير للجمال ولازم كلنا نكون مختلفين عن بعض في ناس بتجول اكسترا مايل من حياتها ما بيبقوش رياليستيك ومش ناترل فالناس بقى اللي عادين ورا الشاشة بيتخدعوا شوية نداء اخير لطيارة الضوحة اللي بتشوفه على السوشال ميديا اهيوج بارت فيه مش حقيقي وده مش انتقاد ولا مهاجر من السوشال ميديا والانفلونسرز بتاعها فوق راسك بس لو في حد بيفهمك وبيجدب عليك وبيقولك ان انا حقيقي وهو عامل ايدت او حاطة فيلتر يبقى الغلط عليك الفكرة من الحاجات الحلوة للاجيال اللي طالعة اللي بتدعم البادي بوزيتيفتي ان فعلا ان بقى في حتى انفلونسرز بيدعموا القضية دي وعشان انت المتحكم الوحيد في زرار الفالو اللي عندك ولو حسيت باي ضغط من اي حد على السوشال ميديا بيحسسك بمعايير خرافية ولسه متابعة ولسه بتضغط نفسك يبقى لعيب عليك فمن الحاجات الحلوة اللي عجباني قوي ان فيه انفلونسرز كتير طالعين دلوقتي بيدعموا قضية البادي بوزيتيفتي وتاني مش معنى ان انا قلت باطي يبقى وزي عبير سندر هدير حميد نور عبد المجيد ونريمان فاروق وناس تابن كتير وكمان فيه رجالة بيدعموا برضو القضية دي اه رجالة وكمان بيشجعوا على السكين كير وبيطلع يقولوا السكين كير روتين بتاعهم وده مش معنى ان الدنيا تغيرت وياه والاجيال ومش الاجيال والجيل الجديد والجيل القديم لا اهو حضرتك احنا جزء كبير من جيلنا طلع اتربى على معيير خرافية من الجسم والشكل والوزن وارهقنا نفسيا كتير قوي وعدنا كتير قوي مصدقين ان احنا مش هنتحبه الا بشكل معين فاعملوا فالو للناس اللي شبهكوا واللي هتحسوا منهم براحة نفسية وفعلا الانفلونسرز اللي بياد فاليو لحياتي بنيجي بقى في موضوعنا احنا بقى مع بعض يا حبيب قلبي يا مشاهد ان احنا عايزين نمارس شوية البادي بوزيتيفتي اول حاجة المفهود تعملها في حق نفسك هو ان انت تفكر هلثير مش سكنيري يعني ايه يعني انت هتفكر من هنا ورايح بطريقة صحية مش بطريقة انا وزني هقل كام مش بطريقة ميزانية يعني انت مش لازم كل يوم تقف على الميزان تشوف انت خسيت كام جرام علشان نفسيتك تتحسن جسوات نفسيتك مش هتتحسن ومش كل الاكل الحلوة لازم يبقى هون هلثي لا فيه اكل حلو كتير بيبقى هلثي انك تبقى صحي ملهاش اي علاقة بحجم جسمك ده عبارة عن لايف ستايل ولايف ستايل دي لما بتقولها بتحس ان ايه ده واو هلثي لايف ستايل بقى او ترندينج وبتاع لا او مش ترندينج وربنا ولا روشانة خالص دي مصيبة صودة على دماغنا لو فكرنا ان الهلثي لايف ستايل دي ترندينج ولازم نقلدها جسمك لازم تاخد بلك منه لما تيجي تعمل اكل ولا تروح الجيم ما يكونش الجول بتاعك ان انا هخس كام النهار ده او الاسبوع ده ما تعملش كده عشان الارقام اللي على الميزان عشان الارقام اللي ممكن تخسرها على الميزان هتكسبها عادي ما هو اللي بيخس بيدخل والعكس بس احنا عايزين ان جسمك من جوا يبقى نضيف يبقى فيه شوية خضر وفاكهة ده مش معناه ان انت المفروض تحرم نفسك من كل اه انهلثي اكلك مش لازم الباد هابتس والتوكسك تريتس اللي عندك تبقى ده حياتك لا عادي لا خليها تفلت منك مرة مرتين شخلع نفسك عادي يقول ليه فونس يا حبيب قلبي يا مشاهد بس انا عاصدي ان الاغلبية حياتك او لايف ستايل حياتك يبقى باسلوب نضيف وسحي انا مش جاية اديك نظام غذائي خالص ولا انا عمري هعمل كده انا جاية اقولك ان دي حاجة هتفرق في حياتك مية في المية ومش هتعاركني فيها بنفس الوقت لما تمشي على الهيلثي لايف ستايل وما تمشيش على ضايت انت كده بتقول لي نفسك اللي هو انا حابب نفسي وانا راضي بيها بس انا حابب ان انا حسن منها يعني انت مش كرهها بايه رأيك تخلي ايامك كلها فري بس فري بطريقة حلوة وصحية انت كده مش بتعاقب نفسك والله بالعكس انت عشان بتحب نفسك فانت بتديها الهيلثي تاني حاجة ركز على الحاجات اللي انت بتحبها في نفسك مفيش حد مفهوش عيوب بس اللاير ده عنك بلاش حد تبقى ايه انا مش لاقي مميزات فيها ومش لاقي حاجة حلوة فيها ومفيش حاجة عيدلة فيها عارفة ايه هي الحاجة الوحيدة اللي مش عيدلة في حياتك كلها الاكس بتاعي كله راد فلاج ما شاء الله اللهم لحظة مفيش حاجة اسمها انا مفيش حاجة عيدة لا فيه بس انتوا اللي بتحبوا تدوروا على دي التنفس بتعشقوا النكن بتموتي في جلد الزات او بمعنى اصح انت اللي بتختري العيوب اللي فيك يا فبتغطي على الحاجات الحلوة وعشان نكسر بقى الحركة النتنا دي هتاخد مننا بس ممارسة يومية زي ما انت قاعد على الموبايل والعشر ساعات كده فكر في نفسك ساعة قلت حاجة بقى والحاجة الماتشينا قطل تقارن نفسك بحد بلاش السوشال ميديا والقوانين الخرفية المهلبية بلاش القوانين دي تديك على افاق مش كل الناس عندها الروحة النفسية ان هي توريك ايه اللي هي بتتخزوق فيه في حياتها او ايه اللي بيحصلها في حياتها اللوجيك بيقول ان دايما الناس بيوروا الهابي سايت بتاعتهم زي بالظبط لما تروح المدرسة مش هتلاقي حد دقاعة كل يوم بيقولك انا حصلي وعمل لي وسوالي الا لو انت يعني الباست فرند بتاعه وانت مش الباست فرند بتاعه الانفلوينسرز اللي على سوشال ميديا فطبيعي فيه فلاتر كتير مش فلاتر بس للوش لا هو فلاتر للحياة وده مش كدب فلاتر الحياة من وجهة نظري مش كدب هو بس اللوجيك بيقول ان انا مش هطلع كل شوية اعلن خبتي او مأسوياتي او بمعنى صح بتاعتي لو في حاجة هتقد فاليو لحياتك اوكي لو مفيش حاجة مش هتقد فاليو لحياتك او حاسس بضغط من ناحية اي حد الزرار انت متحكم فيه وده مش انتقاط في اي فلاتر او ادت كل واحد يعمل اللي هو عايزه وكل واحد يعمل اللي هو مرتاح عليه بس ما يبقاش مزرع في خيالك ان كل اللي انت بتشوفي ده ده البرفكت مش مفروض عليك خالص انك تعمل روتين معين او تعمل حاجة علشان انت شوف تحدي بيعملها الا لو انت بتستفاد منها باعتها نبتدي نلجأ لان فعلا اه الشخص ده بيأثر علي بطريقة ايجابية مفيش مشكلة لو احنا عملنا بنصيحه وبش قلدناه الفيلترز والإدتس مش هيخليكي شكلك حلو لا هو هيخلي شكل الصور حلو لكن انت في فرق ان سوشيل ميديا او حد تعرفه عمتا حتى لو بدل سوشيل ميديا شجعك انك تعمل حاجة معينة ذات قيمة لحياتك او قالك معلومة تفيدك في حياتك وارتحت عليها ومشيت عليها ولقيتها فعلا كويسة او انك مضغوط انك تعيش حياة مش بتاعتك او امكانياتك سواء كانت مادية او معنوية لا تصلح لها يبقى انت مجبر انك تعمل ده انت بتتفرج عن ناس اللي تحس انك شبههم بترتاح لهم اسمع كلامه الميزة اللي فيك يا حبيب قلبي يا مشاهد ان انت مش شبه حد طبعا مش دي الميزة الوحيدة بس انت فريد من نوعا ربنا مش خالق الناس كلها شبه بعض لحكمة اللي عنده نصيحة قالتلو يا ريت يقولها احنا عيلة واحدة محدش الكسف يقولي واهم من الزيتة والزنباليتة دي كلها يا حبيب قلبي يا مشاهد انك تاخد بالك من نفسك وسحتك وسلطتك وبابا غنوك بحبك موسيقى موسيقى